جددت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً قصفها المدفع على قرى الدريهمي جنوب الحديدة وفادت مصادر محلية بأن الميليشيا أطلقت عدداً من قذائف الهول الثغيل باتجاه القرى السكنية ومزارع المواطنين في قرية القضبة جنوب غرب المديرية ويأتي ذلك بعد ساغات من استهداف ميليشيا الحوثي بالأسلحة الرشاشة لمديرية حيس جنوب الحديدة كما استهدفت ميليشيا الحوثي مزارع المواطنين غرب حيس لتستمر في انتهاكاتها ضد المدنيين وخروقاتها للهدة الأممية وسط صمت أممي ودولي